نجا محافظ محافظة الضالع فضل الجعدي من محاولة اغتيال من قبل مسلحين تابعين لنقطة تفتيش في المدخل الشمالي للمحافظة فيما أصيب اثنان من مرافقيه إصابة أحدهما خطرة ليست هذه المرة الأولى التي يتم خلالها استهداف المحافظة الجعدي حيث سبق وتعرض منزله لقذائف RPG من قبل مسلحين مجهولين وفي أول ردود الفعل أدانت السلطة المحلية والمجلس المحلي بمحافظة الضالع محاولة الاغتيال التي تعرض لها الجعدي وهو في الطريق إلى مكتبه بمدينة الضالع السلطة والمجلس المحلي في المحافظة قال في بيان مشترك إن مسلحين في نقطة معسكر عبود اعترضوا سيارة المحافظ على المدخل الشمالي لمدينة الضالع وعندما توقفت السيارة فتحوا أبوابها وباشروا بإطلاق النار على أفراد الحراسة ظن منهم أن المحافظة بجانبهم فيما كان يقود السيارة محافظة الضالع التي كانت من أكثر جبهات المواجهات مع ميليشيا الحوثي والمخلوع ما زالت حتى اليوم ساحة مفتوحة للصراع لم تستقر الأوضاع الأمنية فيها وما زالت تتعرض بين حين وآخر لحوادث اغتيال من قبل مسلحين مجهولين تواجه محاولات إعادة تطبيع الحياة في المحافظة الكثير من الصعوبات والعوائق والتي أبرزها شحة الموارد المالية وغياب مؤسسات الدولة واستمرار الانفلات الأمني بالإضافة إلى وجود الميليشيا في أطراف المحافظة تعرضت الضالع للكثير من التهميش خلال الفترة الماضية بسبب موقفها المناهض لنظام الرئيس المخلوع وتزعمها للقاءات وفعاليات الحراك الجنوبي وهو ما جعل نظام المخلوع صالح يستهدف المحافظة وأبنائها وقام بمحاولة قمع الانتفاضات المتكررة في المحافظة ولم تسلم القرى هناك من القصف والاستهداف إلى جانب حملات الاعتقال الواسعة مر قرابة عام ونصف على تحرير أجزاء واسعة من المحافظة غير أن الكثير من الملفات ما زالت مفتوحة ولم يتم حسمها وما زالت تفتقر لكثير من الخدمات الأساسية وهو ما يضع الكثير من الأسئلة عن أسباب استمرار معاناة سكان المحافظة وتغييبها عن خارطة التنمية اشتركوا في القناة